التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح مع رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان بسام السندي وناقش معه أوضاع الهيئة والأنشطة التي تقوم بها وأكد العميد طارق أهمية تدور المؤسسة في تشغيل الموانئ اليمنية على البحر الأحمر ومكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية فيما استعرض رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر خطط تطوير ميناء المخاوة خاصة إجراء التعمق وتنظيف حوض الميناء وإعداد المخطط العام للمنطقة التطويرية للميناء